أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استعداد بلاده لإرسال ثلاث طائرات إطفاء حرائق إلى الجزائر اعتبارا من غد الخميس وذلك للمساعدة في إطفاء الحرائق التي تكتاح البلاد منذ يوم الاثنين الماضي يأتي هذا فيما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحرائق التي اكتاحت عددا من الولايات وأسفرت عن وفاة 65 شخصا من بينهم 28 جنديا دول البحر المتوسط أصبحت بؤرة لحرائق الغابات فاقمت منها موجة التقص الحارة ودولة الجزائر كانت ضحية للتقص السيء حيث استعرت حرائق الغابات بمنطقة القبائل الشرقي العاصمة وبينما تم نشر مئات الجنود لمساعدة في إطفاء الحرائق لقي العشرات من هؤلاء الجنود مسرعهم بالإضافة إلى مدنيين آخرين في حين غطت صحب الدخان الكسيف معظم جبال منطقة القبائل الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام رئيس الوزراء الجزائري أيمان بن عبد الرحمن اتهم أياد إجرامية بالتسبب بإشعال الحرائق في بلاده مشيرا إلى أن اختيار بعض الأماكن كان مقصودا لتصعيب وصول الإسعافات والنجدة بينما تحاول فرق الحماية المدنية إخمد عشرات الحرائق في 18 ولاية في شمال البلاد قد أسدين تعليمات للوفد بطمأنة كل المواطنين وكل الذين خسروا مساكنهم أو ثرواتهم أو مواشيهم أو ثرواتهم الزراعية أكدنا بأن الدولة سوف تقوم بتعويضهم تعويضا كاملا وتاما عن هذه الخسائر وفي محاولة للسيطرة على الوضع الذي خلفته حرائق الغابات أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته لاتخاذ التدبر اللازمة للتغلب على هذه الحرائق مؤكدا أنه تم تجنيد كل الوسائل المتاحة ماديا وبشريا للتصدي لهذه الحرائق التي تمس عدة ولايات وسيتم تعويض المتضررين أعلنت المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي تكثف مساعدتها من أجل دعم اليونان على مكافحة حرائق الغابات وأوضحت المفوضية أن كل من فرنسا وألمانيا وبولندا والنمسا وسلوفاكيا أرسلت وحدات مكافحة حرائق إضافية إلى جانب الوحدات الموجودة بالفعل باليونان من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كما أعلنت المفوضية عن تقديم دعم مماثل لمكافحة الحرائق بإيطاليا والبلدان المجاورة غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومن ضمنها مقدونيا الشمالية وألبانيا